في العلاقات الزوجية لا شك في أن الأسرة تقوم على ركنين هما الزوج والزوجة فالأسرة بلا زوج ناقصة كما أنها بلا زوجة ناقصة وفي الشرع المقدس حث أكيد على أن أقدس ما بنيه في الإسلام هو الأسرة أحب شيء في الإسلام بني هو الأسرة ما بني بناء أحب إلى الله من التزويج كما في الرواية الشريفة نظام الأسرة يقوم على أساس الاعتراف بالفضل الإقرار كل من الزوجين كل من الركنين يقر بفضل الآخر ويعترف بوجوده ويذعن لأثره ودوره في أسرته فإذا وصل وصلت العلاقة الزوجية إلى مرحلة قد تقودهم إلى إنهدام هذا الكيان هدم هذا الكيان هنا التعليم في هذه الآية يرشد الزوجين ويرشد المجتمع إلى الأسلوب المثالي في التعامل مع بعضهما في هذه الحالة حالة الإختلاف التي ربما تصل إلى الطلاق الباري عز وجل يقول لا تبخس الناس أشياءهم إذن كل إنسان له محاسن وله مساوئ الزوج له محاسن وله مساوئ والزوجهم لها محاسن ولها مساوئ لو لا وجود هذه المساوئ ما وصلا إلى الطلاق ولكن وصلا إلى الطلاق لوجود هذه المساوئ في الطرفين قل ما يكون الإختلاف ناشئ من طرف واحد في الغالب يكون من الطرفين الآية المباركة في قوله عز وجل يعطي توجيها للزوجين يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ترجمة نانسي قنقر